موسيقى أعزائي المشاهدين أهلا بكم في هذه الحلقة من أسئلة عن الإيمان ومعنا أيضا ضيفنا الكريم جناب القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا وردتنا أسئلة كثيرة ورسائل كثيرة من دول عربية ودول أوروبية أيضا وبعض من الناس كانوا مستئين جدا والبعض الآخر كانوا فرحين ونحن لا يسعنا إلا أن نشكر جميعكم لأجل من يصلون لأجل هذا البرنامج ولأجل أيضا كل إنسان يبحث عن الحق لأن الله يريد أننا أن نصحوا للبر وأن لا نخطئ ويسعدني أن أشارك معكم في هذا الوقت عن أهم شيء في الوجود عن المحبة لأن الله محبة إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا المحبة تتأنى وترفق وترفق المحبة لا تحسد المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء المحبة لا تسقط أبدا نحن نحب المسلمين لذلك نتكلم عن المحبة إحدى الرسائل وردتنا من الدار البيضاء من أحد الإخوة في المغرب يقول إلى الإخوة المؤمنين الساهرين على برامج إذاعة الحياة سلام الرب عليكم يسعدني أن أكتب إليكم بإسم مجموعة من المؤمنين والذين توصلوا إلى معرفة الحياة الأبدية الحقة والذين لا ينقصهم سوى الحصول على نسخ من الإنجيل المقدس العهد القديم والعهد الجديد إن عدم توفر نسخ الإنجيل المقدس باللغة العربية يشكل لنا عائقا وحاجزا للتزود من مناهل المعرفة والحياة السعيدة التي وعدنا بها أبانا العظيم دمتم لنا خير سند ومعين وإلى اللقاء شكرا إلى الأخ مختار وإلى الإخوة أيضا الذين معك نحن نصلي من أجلكم وقد أرسلنا لكم كتب مقدسة ونصلي أن الله يستخدم هذه الكتب كما تعرفوه أكثر ولكن نتكلم في هذه الحلقة عن الحرية الحرية حرية الأديان وحرية العبادة وحرية النقد وحرية الفكر فنتكلم عن إمكانية النقد للإسلام وهناك الكثيرين من المسؤولين ورجال الدين الإسلامي والمسيحي أيضا ووسائل الإعلام في البلالة العربية وخاصة في مصر على هذا البنامج أسئلة عن الإيمان الذي يبث من قناة الحياة التلفزيونية وبالذات على شخصكم القمص زكريا بطرس على أنكم تهاجمون الدين الإسلامي بكل معتقداته من قرآن وحديث بل ونبي الإسلام ذاته محمد فما هو ردكم على هذا؟ يسعدني جدا أن أنا أرد على هذا السؤال الخطير والحقيقة ليه شوية حاجات أعايز أتكلم عنها تفضل أول حاجة ليه؟ ليه؟ بيعتبروا جماعة المعترضين يعني ليه بيعتبروا أن البرنامج ده هجوم على الإسلام رغم أن اسم البرنامج أسئلة أسئلة عن الإيمان نعم الحاجة التانية يذكروني كده في مرة من المرات في حلقة من الحلقات أن أنا هاجمت الإسلام أو النبي كل اللي احنا بنكلمه من الكتب الإسلامية لا أكثر الأقل بنقراها عشان المشاهد يسمعها لأنه يمكن على تعتيم يمكن هو ما بيقراش ما عندهش وقت فكل اللي احنا بنعمله احنا بنقرا الكتب الإسلامية لا أكثر الأقل فأنت لا تهاجم ولا تنتقد لكن أنت تقدم حقائق من الكتب والمراجع الإسلامية الموجودة متوافرة هذا الواقع نعم وإذا قلت أي كلمة هاجومية يقولولي أنت في الحلقة الفلانية قلت كذا كذا نعم وشوف ووضح الواقع أني أعتبر تساؤلاتي هذه التساؤلات اللي أنا بقولها هي نفس التساؤلات اللي موجودة في أزهان كثير من المشاهدين نعم مسيحيين بل ومسلمين خاصة الشباب المسلم الجيل الصاعب بس لسبب أو لأخر لا يستطيع المسلم أن يعبر عن رأيه وعن تساؤلاته فإحنا بنعبر نعم عن الفكر الحر وبنقول الحاجة اللي في ذهن أحبقنا المسلمين اللي مش قادرين يعرفها الحب للمعرفة حبنا للشخصيات اللي عايزة توصل للمعرفة بتخلينا نتبنى دورهم ونتكلم بلسانهم طيب فرصة جميلة جدا أن الأحباء العلماء الأفاضل يجوا عشان خاطر يدوا للناس ردود على تساؤلاتهم وأنا شخصيا أعتبر أنهم هم بدل ما يعترضوا علينا يشكروني يشكروا البرنامج ليه؟ لأنه بيفتح مواضيع يتكلموا عنها فتدي إقناع والناس تقتنع لكن أنا متفق معك في هالكلام لأنه قرأت مقالات في جرائد عربية نفس الأسلوب القديم الذي ليس له أي طعم أو نتيجة أنتم صهاينة وأنتم 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 كلام ليس له أي أساس من الصحة وأنا أعلم وأؤكد لجميع أننا لسنا أي علاقة بأي دولة ولا أي قانون سياسي فضل ده بالتأكيد ده بالتأكيد لكن أنا عايز أقوله إن ما كانش فيه ردود مقنعة على الكلام اللي إحنا بنقوله يبقى إذن هذه التساؤلات أصابت مقتلا يا ساتر ماذا تقصد بهذا الكلام؟ يعني حتة ما بتتجوبش عليها فيعني كتمت الأصوات لكن لو فيه ردود منطقية يقولوها في أي قناة يتفضلوا في الستوديو هنا ويتفضلوا يردوا يعملوا معنا حوار نعم حبي لأننا هدفنا الوصولة حقيقة عن طريق المحبة نعم لا أكثر ولا أقل طيب أنا عايز أسأله بقى ليه المعترضين بيحاولوا أنهم يضخموا في الموضوع ويقولوا أنها رح يحصل فتنة طائفية هل معنى هذا أن الحوار المنطقي أصبح فتنة؟ هل التساؤلات أصبحت جريمة؟ هل حرية الرأي وحرية التعبير عن الفكر اللي بتنص عليها حقوق الإنسان أصبحت النهاردة لما بتتقال شيء مبغوض مش من حق الإنسان؟ حرية الرأي لم نعتاد في العالم العربي على حرية الرأي ما هو ده العيب لكن احنا ما تنساش أن احنا في القرن الحادي والعشرين نعم وفي حريات مكفولة حقوق الإنسان والقوانين وهوهي الأخرى المهم اللي أنا قبل ما وصل للحتة دي أنا حاس أتكلم فيها برضو عايز أقول الجماعة المستقين من البرنامج زي ده برنامج موضته نصف ساعة مستقين كانوا فين هؤلاء المستقون واللي خايفين على الفتنة الطائفية لما كان الشيخ متولي الشعراوي يأخذ الساعات الطويلة ينتقد في المسيحية وفي المسيح والنهاردة الدكتور محمد عمار والدكتور زهيوني النجار والشيخ عمر عبد الكافي ومؤلف ومخرج فيلم بحب السيمة فين الناس ما بيقولوش لي دي فتنة طائفية جات على برنامج النصف ساعة التنويري اللي بنطرح فيه تساؤلات بقى فتنة طائفية يعني حلال عليهم حرام علينا حرية الرأي بيهجمه من المسيح تقول لي بيهجمه ازاي بيجردوا المسيح من اللهود وبيقولوا ده إنسان فقط احنا بنقول الله ظهر في الجسد فلما يقولوا انسان بس ده تجريد للمسيح ده طعم في عقيدة المسيحية لما يقولوا كتابكم محرف ده طعم في عقيدة المسيحية فلما نيجي نرد على الحاجات دي ونضح حقيقة بينا احنا المجرمين وعجبي فين حرق الكنيس ما بيكلموش ليه فين قتل المسيحيين مش فتنة طائفية ليه فين الكشح ما نتعني بحرق الكنيس وهذه الأشياء الحاجات اللي في مصر يعني الوطن العربي لكن البقرة الملتهبة مصر كل شوية والتانية حرق الكنيس قتل المسيحيين إبادة الكشح قرية في الصعيد ضربوهم وهدوا بيوتهم وقتلوهم وتعملت لهم قضايا وطلعوا أبرياء ومين اللي تسجن المسيحيين ليه لأن لا يولام مسلم من أجل المسيحي فين؟ طب ليه ما قولوش فتنة طائفية في العاجات دي مش معنى الكلام اللي احنا بنتكلمه لا ضرب ولا سيف وبنتكلم تساؤلات يقولوا عليها فتنة طائفية ويضخموها ليه ترى أين هو الدين الحق الذي يسمح بهذه الأمور كلها بقتل وحرق دين من ما حنرجع ثاني ونقول سورة التوبة آية 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينون دين الحق اللي هو الإسلام من أهل الكتاب فكأن قتل المسيحي تشريع تشريع لا يجاز عليه أيعقل أن الله يريد أن كل إنسان لا يؤمن بالإسلام حكم الموت هذا تساؤلنا الخطير نعم شوفها عزيزي احنا في ظل الحريات اللي انت اتكلمت عليها يعجبني قوي وفي هذا المنبر بتاع الحياة الحقيقة بأشير إلى شخصية جبارة وبأشير يعني أمتدح القضاء المصري وأشيد به في مجلة روزا اليوسف في عدد 3911 نعم بتاريخ 305 سنة 2003 نعم لأول مرة الأزهر يصادر الكتب والقضاء يلغي المصادرة برئاسة المستشار فاروق عبد القادر رئيس المحكمة وعضوية فلان وفلان يقول لك إيه وهذا وقد جاء نص حكم المحكمة مغايرا لما خلص عليه تقرير الأزهر باعتباره شوف منافيا لما ورد في الدستور من التأكيد على حرية الرأي وكفالتها لجميع وأكد الحكم على أن المادة 47 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير حرية أنا بأشيد بالقضاء في مصر ترى هل هذه الحرية موجودة؟ شوف طالما في حكمة بالشكل ده قضائي لابد أن يلتزم به الكل نعم لابد يعني دي سابقة جميلة يعني يعني المقال بقلم إقبال السباعي في صفحتين من روزا اليوسف مؤيد بالتصوير الشخصيات شيخ الجامع الأزهر وغير آخره فيعني شمس الحرية بدأت تشرق نعم ونأمل أنها تملة دنيا ضياء ده المادة 47 أفبعد هذا الحكم يبقى مجال للحج على حرية حوارنا وتساؤلاتنا في قناة الحياة برنامج أسئلة عن الإيمان اللي بنطرح الواقع أنني شخصيا لا أرى في هذا البرنامج أي هجوم على أي دين بل بالعكس هو دعوة إلى التفكير المنطقي لمعرفة الحقيقة والحقيقة ليست حكرا على أحد وإنما هي ملك للجميع ومن حق الجميع أن يبحثوا عن الحقيقة ليعتنقوها دون خوف من سلطان أو إرهاب من متزمتين شكرا أعداد المشاهدين لبرامج الحياة بالتلفزيون يتزايد باستمرار ولهذا تأتينا أسئلة من المشاهدين الجدد ربما قد تكون قد أجبت عليها سابقا فهل لديك منع من الرد عليهم قد ورد إلينا السؤال التالي هل من حق أي إنسان أن يفحص الكتب السماوية وبشكل خاص القرآن السؤال جميل فعلا أنا متذكر أن أنا ردت عليه في حلقات قبل كده لكن ما فيش مانع طبعا لأن الأعداد بتتزايد وأنا أعلم هذا أن في ملايين بيشاهدوا قناة الحياة دلوقتي في جميع الدول العربية وفي أوروبا ردت علي لكن مستعد أن أنا ردتين وأنا فاكري يوميها أيضا كان في مقال ظهر في جريدة الأهرام هذا المقال في يوم السبت 11 مايو سنة 2002 وده في مؤتمر مجمع أو مجمع البحوث الإسلامية الذي عقده الأزهر تحت عنوان هذا هو الإسلام فالفترة من 16 ل 18 أبريل سنة 2002 يقول الكاتب أحمد بهجة محرر صندوق الدنيا نقلا عن رسالة وردت إليه من المستشار جمال الدين محمود الأمين العام السابق للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية نعم ونائب رئيس محكمة الناقط الأسبق بيقولك تحرك الشيخ عبد المعز عبد السطار وهو من الدعاء الذين يملكون الخبرة والتجربة وأدل بكلمة قوية أمام المؤتمر وعرض الشيخ اقتراحه بأن تحاكم نصوص الكتب المقدسة تحاكم نصوص الكتب المقدسة بما فيها القرآن الكريم فردا على هذا السؤال اللي ورد اللي حضرتك قلته اللي هو هل من حق أي أحد أن يفحص الكتب أقول أن الدكتور الشيخ عبد المعز عبد السطار قد ذهب إلى أبعد من ذلك ذهب إلى محاكمة نصوص الكتب المقدسة احنا ما بنحاكمش مش بنحاكم كتب ولا بنفحص كتب ولا بندين كتب ولا بنلوم كتب احنا بنقرأ وبنقلت السؤولات والإنسان العاقل المفكر يشوف إيه الحاجة بدي نعم ويرد عليها إذا نستطيع أن نتساءل أو نسأل الله وليس هذا حراما اطلاقا نعم ده السيد مسيح قال فتشوا الكتب نعم التي تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي فدين بيقولك فتش نعم فتش لكن أنا بستعجب وبتساءل إزاي في القرآن يقولك ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسيئكم واحد بيقول فتشوا وتشهد لي نعم والتاني يقولك ما تسألش تسأل هناك سؤال آخر أيضا يتعلق بنفس السؤال السابق ولكن هذا السؤال بخصوص نبي الإسلام الذي يقول السائل هل من حق أحد أن يفحص حياة النبي محمد أليس في ذلك إهانة لرسول الإسلام صح أنا برضو جاوبت على السؤال ده مسبقة قبل كده يعني في حلقات فاتت لكن فيش مانا نحن نقول برضو للمشاهد الجديد إن الدكتورة عائشة عبد الرحمن اللي هي بنت الشاطئ في ناس بيكفروها الآن رغم أنها أستاذة الدراسات القرآنية العليا بجامعة القرويين بالمغرب قالت في الكتاب بتاعها اللي اسمه نساء النبي في صفحة سبعة وثمانية قالت إن طي الأخبار عن حياة الرسول قصة لا تقره أمانة البحث ولا هو من هدى القرآن الكريم الذي يحرص على أن يسجل منها ما يؤكل بشرية الرسول وتقول أيضا ما كان لي أن أطوي ما لم يطوه الله تعالى عن بيت نبينا في آيات نتعبدها فلم يعد شوف العبارة القوية دي فلم يعد يحل لدارس أن يضرب الصفحة عن ذكرها لازم يذكرها وتسترسل في الحديث وتقول إنني من كل ما تناولت من حياة رسول الله لم أرى في شيء منه قط ما أتحرج من تعريضه لضوء البحث طيب هم ليه بيلومونا طيب ما فيش حاجة يعني تتعرض للبحث بيحصل منها مشاكل ما تتحرج ما فيش حاجة تمنع أن تتعرض للبحث ده بتقول إيه أكثر من كده بتقول وقد كان مرجعي فيها جميعا القرآن الكريم والحديث الشريف ومصادر إسلامية في السيرة والتاريخ لا يرقى إليها شك في حسن المقصد وصحة الإيمان إذن لما الباحثين أو الباحثون لا يتحرجون من عرض حياة النبي طيب إحنا بنعمل إيه إحنا بنتساءل على هذه الحياة لا أكثر ولا أقل فقال من هذا الكلام إهانة للإسلام رغم أنها إيه تعرضت لزواج الرسول من الطفل عائشة اللي عندها ست سنوات ودخل عليها لما بقيت تسع سنوات وغير ذلك من المواضيع مواضيع زوجته زينب زوجة ابنه إلى آخره ولا تضع طير الكتمان والحقيقة الأمر لا يتوقف على بنت الشاطئ فقط لكن جميع كتب السيرة النبوي وكتب الأحاديث الصحيحة صحيح البخاري صحيح المسلم ذكرت كل ذلك بكل وضوح نعم فلماذا نلام نحن على مجرد تساؤل عن هذه الأمور فهذه المشكلة وبالمناسبة أورد لك قول الكتاب المقدس بخصوص توجيه مثل هذه الأسئلة للمسيحية نعم كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم لازم كل واحد يبقى مستعد للإجابة هناك أيضا السؤال التالي يقول سمعنا شريطها مسجلا لأحد مطارنة الكنيسة موجودة على مواقع الإنترنت الإسلامية ويشغلونه في غرف البالتوك وغيرها باستمرار ضد القمص ضدك أنت وضد برنامج الحياة يقول فيه أنه لا يصح لك أن تهاجم النبي محمد فإني أسأل هل يعتبر هذا اعتراف منكم بأن محمد نبي فعلا ولا يصح مهاجمته وما رأيك في هذا الهجوم الذي شنه هذا المطارن ضدك أيضا أنا سعيد بهذا الهجوم لسبب مهم أولي أيها أن الكنيسة ملهاش دخل بالبرنامج ده نعم ولا تتحمل مسؤوليته أنا بتحمل مسؤوليته كاملة على عاتقي فعشا خطر يظهر قدام الكل أن الكنيسة غير مسؤولة عن برنامجي فهي تهاجمني وتهاجم البرنامج وهذا شيء يصعدني عشان خطر أنا بتحمل المسؤولية للنهاية وبعدين بقول يعني كن أنه هو بيقول يعني إهانة نبي الإسلام بيعتبره أنه ده اعتراف منه بنبي الإسلام أنا بعتقد أنه ده أمر بعيد جدا عن تصوره مش ممكن وبعدين حرجع أقول في النهاية هل فعلا التساؤلات جريمة الحرية مشكلة في أي حاجة؟ يقول أحد المشاهدين عرفت من أحد أصدقائي عن هذا البرنامج أسئل عن الإيمان وعندما شاهدته غلط الدماء في عروقي وكدت أحطم جهاز التلفاز ولكن اكتفيت بإلغاء هذه القناة من جهازي ولكني لم أحتمل أن يأتي موعد البنامج دون أن أراه فأقنعت نفسي أن أشاهده من باب حب الاستطلاع وأنا متحفظ من التأثر به ولكني الآن وبعد خمسة أشهر من المشاهدة أرسل إليكم لأشكركم فقد انفتحت عيناي وعرفت الحقيقة وأتمتع الآن بنعمة السيد المسيح ألا دايك تعليق قبل انتهاء هذه الحلقة بشكر الله بشكر الله أن الناس ابتدت تضحص وتسأل عشان تصل للحقيقة وبهني هذا الأخ الحبيب بأنه وصل إلى معرفة الحقيقة حقيقي المسلم لما بيسمع البرنامج بيتصدم زي التعبير ده بالظهر لكن لما بيقعد ويفكر هي دي تساؤلات بتقول بالزهر فلما ما يلاقي لهاش ردود في الإسلاميات بيفكر في الحقيقة في الهاتف أنا ما بهمنيش زيادة عدد المسيحية وإلت عدد المسلمين مش دي قضيتنا أنا قضيتنا حب للنفس البشرية اللي خلقها ربنا نعم لتعرف الحقيقة لمصيرها الأبدي نعم لا أكثر ولا أقل بالحب وبالصلاة بنوصل إلى إن الإنسان يعرف الحقيقة شكرا هل لك أن تختم لنا في الصلاة من أجل هذا الأخ ومن أجل الكثيرين أيضا آمين أشكرك إلهنا الطيب والحنان أدب نشكرك رب من أجل هذا البرنامج اللي بيتيح فرصة لأحبائنا وأحبائك شخصيا الذين خلقتهم بيديك ودبرت لهم فداء وخلاصا أبديا أسألك رب أن تكشف عن عيون الكل ليعرفوك ويتمتعوا بيك ويعيشوا لك كل أيام حياتهم وينالوا حياة أبدية في اسمك شكرا لك لأجل النفوس التي تأثرت يا سيدنا من خلال الخطابات العديدة التي وصلتنا تعلن هذا بارك عملك وليتمجد اسمك القدوس من الآن وإلى الأبد آمين آمين شكرا أعزائي المشاهدين نحن بالحق نتكلم عن الحق ونحن أيضا نتكلم عن محبة لأن الله محبة إن كنت في الحق تريد أن تعرفه فارفع قلبك معي إلى الله واسأله أن يظهر لك الحق بنفسه ولا تهتم لما تسمعه في الأخبار والجرائد وكلام الناس لأنه ينبغي أن يطاع الله قبل الناس لأن الله يقول لا تخافوا من الذين يؤذون الجسد بأن من الذي يستطيع أن يضعك إليهما في التهلكة اكتب إلينا على أنوان الذي يظهر على الشاشة وأن أردت الحصول على نسخة مجانية من الكتاب المقدس يسعدنا أن نرسله لكم شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء شكرا لكم